منشور يحمل الشروط الأساسية للتكفل بالأطفال المسعفين يكون بمثابة دليل للكافل من المرجح أن تصدره وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قريبا هذا الدليل رح يكون فيه توجيهات للأسر سيتانجيد لفامي كتجي تطلب باش تتكفل كيفاش قل الميلف قبل ما نعطيك الميلف يجب أن نقول لك واشن الشروط واشن الواجيبات واشيزم الديري إجراءات جديدة ستطبق على العائلة الكافلة قبل أخذ الطفل وتعهدات كتابية تكون على شكل عقد يتضمن السماح للمراقبين الاجتماعيين التابعين لوزارة التضامن بزيارة الطفل المكفول من وقت لآخر الطفل باش نشوفوه باللي كل ست شهور كل عام تكون فيه زيارات ولا تكون فيه استدعاء عند مديريات النشط الاجتماعي تشوفوه هاد الأطفال إلا هم ورا هم قيمين بهم هاد العائلات ولا يعني ما يخصهم ولو هاد الأطفال واشترطوا في الكافل أن يكون مسلما عاقلا قادرا على القيام بشؤون المكفول ورعايته كما تم تحديد سن الكافل بستين سنة بنسبة للرجل وخمس وخمسين سنة بنسبة للمرأة الشخص يكون عندهم دخل يقدر يكفيه ويكفي لهذا الطفل اللي رح يتكفل بيه يكون عنده مسكن لائق يكون ما يكونش عنده سوابق عدلية يكون هناك تقرير نفسي بدغوجي مع النفسي اجتماعي عفوا مع هاد الأسرة كين هما تحقيق وين تكون المساعدة الاجتماعية على السستانت سوسيال تقوم بتحقيق حول الأسرة تصدر الكفالة في شكل عقد رسمي يحرره موثق أو أمر ولائي من القاضي المختص وذلك بعد مراعاة كل الإجراءات القانونية فبالنسبة لمعلوم النسب لا بد من رضى الوالدين البيولوجيين أما بالنسبة لمجهول النسب لا بد من الحصول على شهادة الوضع التي تقدم من طرف مدريات النشاط الاجتماعي أتابعة للوزارة أو الجالية بالخارج وموافقة الأم في حالة ما إذا كانت معلومة